الجامعة الافتراضية السورية برنامج الحقوق كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا تقدمة مبادرة الضوء بصوت المتطوعة مونيا مرعي يغطي هذا بتسجيل الجزء الثالث من الوحدة التعليمية السابعة والتي هي بعنوان الدينامية السياسية من الصفحة 221 حتى 233 الجزء الثالث بعنوان الفهم الجديد للدولة الملخص إن الصراعات التاريخية ليست سمتم دائمة لصراعات اليوم فتطور الأفكار الديمقراطية وامتشار التقدم التقني والاقتصادي والفكري غير الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة سابقا وأشاع جوان من التسامح لم يكن معروفا فيما مضى الفقر الأولى انكفاء الصراع الحاد تلعب الإديولوجية وطبيعة النظام المطلوب مواجهته دوراً أساسياً في تحديد سياق الصراع ومضمونه فالإديولوجيات أو العقائد السياسية المتطرفة ترفض عادة الأنظمة القائمة وتسعى لاستبدالها بأنظمة أخرى تحلم بتكوينها على ضوء المثل التي تؤمن بها في حين تقبل الإديولوجيات المعتدلة خوض صراعها السياسي ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية السائدة أي أن الصراع يكون على النظام لقلبه وتغييره أو يكون من داخل النظام لتعديله وتطويره ولا يمكن التكهن مسبقاً بنتائج الصراع في حالة وجود أطراف متوازية القوى لأن الصراعات تخضع لجملة من العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية ولتقلبات مفاجئة في التحالفات بفعل هذه المؤثرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة وتنشأ الصراعات عادة في المجتمعات المنقسمة على نفسها سياسياً بين الأطراف المؤيدة للنظام وتلك المعارضة له وقد ترتدي أحياناً لبوساً مختلفة تستهدف في ظاهرها النظام الموجود إلا أنها تكون في حقيقتها صراعات بين عروق وطوائف مختلفة تسعى كل منها لإقامة المجتمع السياسي الذي يخلق لديها شعوراً بالإطمئنان ويضمن لها البقاء ونادراً ما نشهد استقراراً في المجتمعات التعددية الأتنية والدينية فهي تعاني من انقساماً عميق يتمركز في ذاكرتها الراهنة والماضية ويؤثر على تطلعاتها المستقبلية ويجعلها تعيش في حالة من العداوة الدائمة ذات الصبغة التاريخية والأمثلة على ذلك أكثر من أن نحصي في عالمنا المعاصر فالصراع المذهبي بين البروتستونت والكاثوليك في أرلندا والصراعات التي تشهدها بعض مناطق الهند بين الطوائف المختلفة والعدوات القديمة التي تحرك القبائل الإفريقية ضد بعضها البعض وغيرها من الحالات هي أبرز دليلاً على ما نقول بيد أن هذه الصراعات التاريخية ليست سيمة دائمة لصراعات اليوم فتطور الأفكار الديمقراطية وانتشار تقدم التقني والاقتصادي والفكري غير الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة سابقاً وأشاع جواً من التسامح لم يكن معروفاً فيما مضى وليس أدل على ذلك أكثر من نظرة سريعة نلقيها على الصراعات التي اجداحت العالم منذ ربع الأخير من القرن الماضي وحتى نهاية النصف الأول من القرن الحالي ففي هذه الفترة كانت الصراعات السياسية على المستوى الداخلي الوطني وعلى المستوى الدولي تتميز بحدتها وعنفها وشراستها وقد ساهمت الأفكار المتطرفة في إذكائها بطريقة مباشرة فالماركسية كانت قد طرحت الصراع الطبقي كوسلة لإقامة دولة لبروليتاريا ما كانت دولة البرجوازية والفاشية والنازية سعتان لتكريس السيطرة العرقية على مستوى الأمم والشعوب وفي الحالتين كان الصراع للحصول على السلطة وممارستها لتطبيق هذه الأفراد الأداة الأساسية التي تحرك الدينامية السياسية في تلك الملايين من الناس ولم يقتصر الأمر عليها لوحدها بل تجاوزها ليطال دولا وشعوبا أخرى إلا أن العنف ليس الخاصية الوحيدة التي تميز المجتمعات الإنسانية أو تحركها في مسيرتها التطورية ولو توقف الأمر عند هذا الحب لكانت البشرية لا تزال تعيش في أطوارها البدائية الأولى فالتحولات الاقتصادية الكبرى وما رافقها من تطور فكري وثقافي أدت إلى تغيير الكثير من المفاهيم السياسية وخاصة في الأنظمة الرئاسمالية ولم تعد المسألة المطروحة هي محاربة الاشتراكية كنقيدا لحرية السوق والمبادلات والمبادرة الفردية بمقدار ما كانت استيعاب الجوانب الإيجابية في هذه العقيدة والاستفادة منها إلى أقصى الحدود في تخفيف الشعور بالغبن لدى الطبق العاملة وبقية الشرائح الاجتماعية المحرومة وقد ظهر هذا الأمر جليا في قيام معظم الدول الرئاسمالية بتأميم مرافق هامة من القطاع العام ولا سيما تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين كالنقل والتعليم والصحة وغيرها فضلا عن المساعدات والتقديمات الاجتماعية الأخرى وبالمقابل فإن الأنظمة الاشتراكية التي قامت في بعض الدول الديمقراطية في غرب أوروبا وشمالها عبر سناديق الاقتراع وليس بواسطة العنف كانت حريصة على التمسك بالمؤسسات السياسية الأساسية واستبعاد المفهوم الماركسي للصراع فالتجربة الاشتراكية في فرنسا والدول الإسكندنافية لم تكن مستوحاة من التجربة السوفيتية بمقدار ما كانت نابعة من حاجتها الداخلية ورغبتها بأعادة تنظيمها الاجتماعي على أسس جديدة وقد أثبت انتصار هذه الأحزاب في الامتخابات التشريعية قيمة الديمقراطية في تعديل العقائد والممارسات وتحويل الصراعات من خطها الثوري العميف إلى مسارها السلمي إن اليسرى الاقتصادية في هذه المجتمعات قاد إلى ارتفاع في مستوى معيشة الأفراد وتغيير نمط علاقاتهم المتبادلة وفرة الحاجيات الضرورية لدى الطبق العاملة أدت إلى حالة من الرخاء في صفوفها دفعتها لتفتيش عن كماليات أخرى مادية ومعنوية فاقتناء السيارة والتلفاز والثلاجة والمشاركة في النشاطات الرياضية والاجتماعية والثقافية والتمتع بأوقات الفراغ والعطلات كانت كلها أمور تخفف من حتة مساوئ النظام الرئيسي مالي بالمقارنة مع حالة العوز التي كانت تعيشها نفس هذه الطبقة العاملة في دول المنظومة الاشتراكية وكان من شأن هذا الأمر تعديل مفاهيم الطبقة العمالية للصراع في الأنظمة الليبرالية فقد استنتجت هذه الطبقة أن بمقدورها الحصول على الكثير من المكتسبات بدون أن تكون مضطرة لخوض كفاح مسلح ليست أكيدا من نتائجه وبدالها أن هذه الأنظمة تمنحها العديد من الحريات التي تسمح لها بمواصلة مسيرتها المطلبية هذا فضلا عن أن بتجربة نضالية للطبقة العاملة في الأنظمة الغربية أثبتت لها بشكل واضح أن ما تمتلكه من قدرات مادية لن يمكنها أبدا من الحصول على السلطة وإحداث الانقلاب المطلوب في بنية الأنظمة الرأس مالية فالطاقات والموارد التي تسيطر عليها الطبقة الرأس مالية تؤهلها لأن تكون الرابحة الأكيد في صراعة من هذا النوع وقد دلت على ذلك التجربة الإسبانية حيث فشلت قوى اليسار في الحفاظ على السلطة بوجه قوى اليمين المحافظ المدعومة من كافة الأنظمة الغربية الليبرالية منها والفاشية على السواق وكانت النتيجة اندلاع حرب أهلية طاحنة تركت أثارا لا تمحى في جسد وروح الشعب الإسباني وخسارة اليسار لمواقعه وكاذراته وقواعده الشعبية إن هذه الرؤية الواقعية للأمور ساهمت إلى حد كبير في تراجع فكرة الصراع العنيف والحاد في صفوف هذه الطبقة ولعب الازدهار الاقتصادي كما قلنا دورا مباشرا في تغيير القناعة الثورية وتحويلها إلى قناعة أكثر واقعية وانسجاما مع تطور هذه المجتمعات ووجد اليسار نفسه مضطرم لاستبدال شعاراته السلطوية بشعارات اقتصادية مهنية تمنح الطبق العامل المزيد من الرفاهية والرخاء وهكذا نرى أنه كان ثمت علاقة جدلية بين تراجع اليسار الثوري في الدول المذكورة وانكفاء حدة الصراع على السلطة وحلت فكرة إيجاد تسوية محل الرفض المطلق الذي كانت تبديه القوى اليسارية تجاه الأنظمة التي تحكمها أي بمعنى آخر أن النفعية الراهنة وما يمكن أن تحققه من مكاسب مرحلية أصبحت هي السائدة بمقابل فكرة التغيير الثوري السابقة وكان من أثر هذه التحولات العميقة أن طبعت الإيديولوجيات اليسارية بطابعها فهذه الأخيرة أعلنت بشكل صريح تخليها عن فكرة الصراع التبقي وعن تمسكها باللعوة الديمقراطية البرلمانية بكل ما تقتضيه من تنازلات على حساب عقيدتها إلا أنه قد يكون من المبالغ جدا أن نقول بأن هذه المجتمعات قد وصلت إلى حالة الاستقرار التام النابع من رضا كل الفئات والطبقات عن السلطة التي تحكمها والدليل على ذلك حركات الاحتجاج الاجتماعي النقابي والطلابي التي تجتاح هذه الأنظمة بين الحين والآخر للتعبير عن رفضها للقرارات المناوئة لإرادتها غير أن هذه التحركات لا تتجاوز القيامة العامة التي تستند إليها هذه المجتمعات بكل ما تستوجبه من احترام لحرية الآخرين والإنحناء أمام إرادة الأكثرية وفي هذه النقطة بالذات يكمل الفرق بين ممارسات الأنظمة الماركسية وتلك الليبرالية فبالمقارنة مع الإرغام المتناهي الذي كان غالبا ما يصل إلى حد القمع الذي انتهجته الأنظمة الماركسية التي كانت ترى في كل محاولة للتعبير عن الرأي حركة موجهة ضد السلطة وانحرافا عقائديا فإن أنظمة الغرب الليبرالية عرفت كيف تتعاطى بمرونة ظاهرة مع هذه المسائل وكانت تنطلق في مواقفها من القناعة القائلة لأن حماية النظام لا يمكن أن تتم إلا من خلال إدماج كل العناصر التي تحلم بتدميره في داخل السياق الاجتماعي وهو أمر يقتضي بالطبع المزيد من التساهل والانفتاح وكذلك قبول مشاركة هذه العناصر ليس في حركة المجتمع العامة وإنما أيضا في السلطة نفسها وهذه المشاركة في السلطة هي التي جعلت قوى اليسار تنحو أكثر فأكثر صوبة ديمقراطية وتتمسك بها فما كانت قد عجزت عن الوصول إليه من خلال القوى الثورية استطاعت تحقيقه الآن عبر أواليات النظام الديمقراطية وكان في هذا كسبا كبيرا يسمح لها بتوسيع قاعدتها الشعبية من خلال الخدمات التي تقدمها للفئات المحرومة عبر أجهزة السلطة التي تديرها وهذا ما نراه في بعض الأنظمة الليبرالية التي تشارك قوى اليسار في حكوماتها أو في مؤسساتها الإدارية كذلك فقد تمثل الوجه الإيجابي الآخر لهذه المشاركة في توضيح الصورة السلبية التي كانت تشارحها السلطة بوجه القوى المذكورة لتسيمها بالتحجر العقائدي أو الارتباط الخارجي وأثبتت قوى اليسار مرونتها وكفاءتها في إدارة مؤسسات الدولة وكرست الهدف الذي كانت تسعى إليه دائما ألا وهو تأكيد استقلاليتها ووضعها المصلح الوطنية فوق أي اعتبار آخر لم تعد وظيفة الدولة الحديثة تقتصر على ممارسة السلطة كأداة لفرد النظام داخل النسق الاجتماعي الذي تحكمه بل تعدت ذلك لتشمل اهتماماتها شتى النشاطات وضط حركتها بما يتلائم مع الصالح العام أي أن التطور الصناعي بما حمله من تقنيات جديدة فتحت آفاق واسعة أمام الأفراد زادت من حجم مطالبهم فرض على هذه السلطة توجيه حركتها في إطار عقلاني لتحقيق نوع من الشراكة بينها وبين المحكمين ولم تعد مسألة العلاقة بين الطرفين مجرد تبادل منفعي تقدم السلطة بموجبه بعض الخدمات للأفراد مقابل حصولها منهم على الشرعية الضرورية لوجودها وإنما انتقلت إلى ميدان يتناول دينامية المجتمع السياسي بطرفيه الحاكم والمحكوم فالقوى الاجتماعية الفاعلة وبسبب حرصها على المكتسبات التي حققتها خلال مسيرتها التطورية لم تعد تتوجه للنظام القائم باعتباره خصما لها يجب القضاء عليه بل راحت تنطلق من قبولها له وتعديل أوالياته بما يخدم تطلعاتها والسلطة من جهتها لم تكتفي بواقعها القديم الذي يجعل منها هدفا ثابتا لاحتجاج المحرومين ولا أداة في خدمة أولئك الذين يحققون من خلالها مصلحتهم وإنما سعت لتطوير ذاتها من خلال تنمية قوى الحركة داخل المجتمع نفسه فالسلطة المتطورة هي بالضرورة تلك التي تستند على قوى اجتماعية حية وبنيات متطورة من هنا إدراك السلطة الحديثة بأن امتصاص أسباب النقمة المولدة للصراع على الصعيد الداخلي تحتم عليها إقامة نوع من الشراكة بينها وبين رعاياها لإدارة شؤون المجتمع السياسية والاقتصادية واكتساب ما يلزمها من القوى التي تمكنها من مواجهة التحديات على المستوى الخارجي وهذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر سياسة اقتصادية اجتماعية تولي اهتماما خاصا لقضايا التنمية بشتى أشكالها والعمل على إزالة الفوارق الكبرى القائمة بين الطبقات فثورة الصناعية الكبرى بما أحدثته من تمركزا لرأس المال في أيدي قلة من الأفراد سمحت بشروع الأفكار القائلة بأن التقدم الاجتماعي ليس ممكن إلا بالقضاء على البنية الرأسمالية القائمة واستبدالها بنظام يؤمن توزيعا عادلا للإمتاج بما يتطابق مع كرمة الإنسان وحريته وهذا ما كانت تدعو إليه الإديولوجيا الماركسية التي كانت تعتبر بأن المخرج الوحيد لخلاص العمال من بؤسهم هو في الثورة على النظام الذي يستغلهم فالعمال الفقراء الذين لا يملكون سوى قوة عملهم كمصدر لبقائهم عليهم خوض صراع ثوريا عنيفا ضد السلطة التي تستغلهم إذا ما أرادوا ربح حياتهم ومستقبلهم غير أن هذه العقيدة وبالرغم من الأثر الذي تركته في صفوف الطبق العاملة والمثقفة والتعبئة الجماهيرية التي استطاعت تحقيقها خلال فترة طويلة من الزمن لم تتمكن من الامتصار الكلية على رأس مالية وبدت في مراحل عديدة وكأنها تشكل حوافز تدفع هذه الأخيرة لتجاوز أخطائها والانتقال إلى مواقع جديدة تتحصن فيها بوجه الصراعات المحتملة ضدها فانطلاقا من استيعابها للأثار السلبية التي ترافق نموها وتوسعها عرفت الرأس مالية ولا سيما في الأنظمة المتقدمة كيف تطور نفسها باتجاه استقطاب شرائح واسعة من الطبق العاملة إلى جانبها عن طريق الضمانات والتقديمات الأخرى التي خففت إلى حدا كبيرا من اتجاهاتها الثورية وجعلتها تتخلى عن فكرة النضال ضد النظام لإسقاطه بالقوة وعلى هذا الأساس قامت الأنظمة الرأس مالية بتوجيه جهودها في ميدان التنمية والإدارة لتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي وخلط قطاع عام يؤدي إلى تكريس نوع من المساواة بين المواطنين عن طريق الخدمات التي يقدمها لهم أي أن الدولة الرأس مالية الحديثة رأت بالاستناد إلى تجاربها أنه ليس بمقدورها السيطرة على الصراعات القائمة في المجتمع إلا بتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية فيه فصراع على السلطة كان دائما في مضمونه صراعا للحصول على هذه العدالة وتكريسها من خلال مؤسسات تطاع حدا لسوء استخدام السلطة أو تعسفها فالمحكمون لا يعارضون السلطة إلا بعد تشكلك قناعات راسخة لديهم بأنها لا تعمل على تحقيق مصالحهم بقدر ما تسعى لتأمين منافع الطبقة التي تتكون منها ولذا فإن الصراع الذي عرفته المجتمعات الصناعية خلال قرن من الزمن تقريبا كان من التائج وسواس الفقر أي أنه كان صراعا من أجل الحياة والبقاء وقد أدرك المفكرون الليبرياليون هذا الواقع الدقيق ونادوا بضرورة إيجاد الحل المناسب لها وساهمت زيادة إنتاج الثروات في تسهيل التوصل إلى تسوية في هذا المضمار فالسلطة الرأس مالية قبلت بالتخلي عن جزء من مكاسبها لصالح الطبقات الفقيرة وهذه الأخيرة زادت من مطالبها الهادفة لرفع حصتها من الدخل الوطني العام وهكذا أصبح الصراع يتركز ليس على أسس النظام الاجتماعي الذي يحكم المجتمعات المذكورة وإنما على طريقة تعاطي سلطتها مع الفئات الشعبية المحرومة وقبول هذه الأخيرة في المجتمعات الصناعية التي تعيش فيها أصبح مشروطا بتحسين عائداتها وتطوير أوضاعها ومقدار استفادتها من الخدمات الحيوية التي تقدمها المرافق العامة وفي هذا الإطار يشير إدغار فور رئيس وزراء فرنسا الأسبق إلى أن المجتمعات الصناعية لم تكتشف إلا مؤخرا كل ما يؤدي إلى الزيادة المنظمة في العائدات الوطنية وفي الوقت نفسه من أجل استمرار هذه الزيادة ضرورة توزيع العائدات بصورة عادلة أكثر فأكثر لكي يتم التوصل بواسطة هذه الأوالية إلى تصحيح الاختلالات الدائمة والفوارق السابقة فالاختلال في العائدات الفردية هو الذي يؤدي إلى الفوارق الكبرى بين الطبقات التي تؤدي بدورها إلى إذكاء نار الصراعات الاجتماعية مما ينعكس حتما بصورة سلبية على ممارسات السلطة وعلى وجودها نفسه من جهته رأى ريمون أرون أن الصراع بحد ذاته ليس هدفا للطبق العاملة فهي تستطيع التخلي عنه إذا ما توصلت لتحقيق مطالبها بالطرق السلمية ففي فترة التنمية فإن المنظمات العمالية وبصورة عامة ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية لا يستطيعون إلى الاعتراف بأن التوافق والتسوية يعطيان نتائج أفضل من المعركة طالما أن ليس هناك من هدف آخر سوى إعادة توزيع العائدات وتعتمد الدولة في إعادة توزيع العائدات على سياستها الاقتصادية والمالية فمن خلال منهجها الاقتصادي تحقيق التنمية الضرورية لإحداث التوازن في البنية الاجتماعية وهذا يتم بثلاث وسائل أساسية ألف وضع خطة تنموية شاملة في مختلف القطاعات الإمتاجية وتطويرها لزيادة الدخل الوطني العام با دراسة الجدوى الاقتصادية ووضع سلما للأولويات بحيث تكون عملية التنمية متوازنة في شتى الحقول وتؤدي الغايات المرجوة منها جيم اعتماد التوقع الدقيق يتجنب التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى تبعثر الطاقات ومراقبة المبادلات لمنع وقوع أي زيادة كبرى في الإمتاج تؤدي إلى إحداث البطالة وهذه الشروط إذا ما تحققت تكون كفيلة باستبعاد كافة الصراعات ولا سيما الأزمات السياسية التي تهدد النمو وبالتالي الاستقرار الاجتماعي الذي هو شرط أساسي لأي خطات تنموية فاعلة ففي ظل التنمية التي يستطيع جميع الأفراد تلمس نتائجها المباشرة من خلال انعكاسها على أوضاعهم يمكن التوصل إلى التسوية المطلوبة التي تقضي بعقلنة الصراعات وضبطها كمحرك للحياة الاجتماعية نحو الأفضل وبالعكس فإن غياب التنمية الحقيقية الشاملة يعيد الصراع إلى ماهيته الأساسية إلا أن التنمية وبالإضافة إلى الأمن والسلام الاجتماعي تحتاج إلى توفر الأدوات القادرة على تحقيقها فهي لا يمكن أن تتم إلا في الدولة التي تمتلك ما يلزم من التجهيزات الصناعية والاختصاصات التقنية المتنوعة والكفاءات الإدارية القادرة على الإشراف على خطة التنمية ومراقبة تنفيذها وبالإضافة إلى هذه الشروط والعوامل الأساسية لا بد من وجود سياسة مالية واضحة على النبوض بأعباء الخطة دون أن يكون ذلك على حساب المواطنين ولسيما أصحاب الدخل المحدود منهم والموازنة العامة لأي بلد هي القاعدة التي تنطلق منها سياستها المالية والاقتصادية وهي تعكس بالدرجة الأولى سياسة الحكومة وتوجهاتها الاجتماعية والتنموية والدولة لا تستطيع التدخل في حياة المواطنين المالية إلا عن طريق الموازنة وما تتضمنه من ضرائب مباشرة وغير مباشرة فهذه الأخيرة أي السياسة الضرائبية هي انقلاس تصميم السلطة على دعم التوسع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وليس هناك من موازنة صحيحة بدون تخطيطا قادرا على الاستفادة من كافة طاقات المجتمع والتخطيط هو عمل الدولة الأساسي ومبرر وجودها وبدونه لا يستطيع النظام القائم المحافظة على وجوده والدولة التي لا تعتمد التخطيط تأول حتما إلى الانهيار وتبرز قيمة التخطيط من خلال الاستعدادات التي يتضمنها لخلق علاقة تكاملية بين الحكام والمحكومين فبمقدار ما يستطيع الحكام حفز الأفراد على قبول مشاريعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمقدار ما يستطيعون إدخال السلطة في المجتمع ودفعه لقبولها وهذا يتطلب تمسكا فعليا من جانب السلطة بالمفاهيم والقيام الديمقراطية وعقلنة الصراعات تتوقف على هذا الأمر بالذات فالسلطة الواعية هي تلك التي تقنع مواطنيها بأنها موجودة لخدمتهم وأنها تمثيل لإرادتهم وأن ديمقراطيتها هي حقيقة قائمة في الممارسات وليست مجرد شعارات نعني بالدولة الحديثة هنا تلك الدولة الليبرالية التي تطورت في مؤسساتها وممارساتها بتأثيرا من التقدم الصناعي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي فهي الشكل الراثي للسلطة في المجتمع الصناعي بكل ما يتوجب عليها من دورا إداريا وخدماتي تجاه رعاياها في شتى الميادين والحقوق ويميز الأستاذ دوفيرجي بين هذين النمطين من الدولة وبرأيه فإن الليبرالية الكلاسيكية كانت تسلم بضرورة الخدمات ذات النفع المشترك كالطرق والمواصلات والمراسلات البريدية ووسائل الإعلام والتربية وتنظيم الصحة وإصدار العملة وما إلى ذلك إلا أنها كانت ترى أن المبادرة الفردية والمشروع الحر يضمنان عمل هذه الخدمات بأقصى درجة من النجاح باستثناء بعض الأمور كالقضاء والشرطة والجيش والديبلوماسية ففي هذه الميادين فقط وهي ميادين متواضعة ثانوية تكون الضرورة إلى تنظيم اجتماعي تتولاه السلطة السياسية أما بنية المجتمعات الصناعية المعاصرة فتختلف عن ذلك كل الاختلاف فالخدمات الجماعية فيها كثيرة ضخمة والاقتصاد بحاجة إلى هذه الخدمات الجماعية إدارة شؤون البلاد، الأشغال الكبرى، الطرقات، المواصلات السلكية واللاسلكية البحث التقني في الميادين الأساسية وغيرها الكثير والخدمات الاجتماعية فيها تتسع بالضرورة التربية والتعليم، الحماية من الأخطار، المعونة، الصحة العامة وغيرها الكثير والدفاع الخارجي يصبح في هذه المجتمعات الصناعية المعاصرة معقداً واسع من نطاق، باهض التكاليف إن الجوش الحديثة واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية وتجهيزها يقتضي أكبر نفقة صحيح أن جزءاً من هذه الخدمات يمكن أن يتولاه النشاط الخاص القائم على التنافس ولكن هذا الجزء يقل يوماً بعد يوم بالقياس إلى المجموع وبمعنى آخر من هذه الدولة الحديثة هي التي يغلب عليها الطابع الوظيفي، فونكسيونيل، التنظيمي وتلعب دوراً مباشراً في إدارة شؤون المجتمع وتمتلك الكفاءة والطاقة للقيام بذلك والواقع أن تحمل أعباء من هذا النوع يستدعي التوافر مواصفات معينة في هذه الدولة أهمها الديمقراطية والتنظيم فالدولة الوظيفية يجب أن تكون معبرة عن مختلف القوى الاجتماعية لأنها تفترض انحسار الصراعات الكبرى فيها واقتصارها على المنافسات العادية التي تسم دينامية المجتمعات السياسية وعقلانيتها تسمح لها بإلغاء التناقضات القديمة الكبرى بين الاشتراكية والرأسمالية التي كانت تبرر صراع العنيف على السلطة واستبدالها بسياق جديد من التكامل الاجتماعي واليسار واليمين فيها لا يعود سوى مجرد تيارات سياسية تتصابق على استقطاب المؤيدين على أساس البرامج النضالية التي تقدمها من أجل تحقيق مكتسبات إضافية لهم وهذا ما يفسر التحول النوعي في أدائها فالمسألة لم تعد تتعلق بمهام هذه الدولة في المجتمع وإنما بالدور الذي تقوم من خلاله بالتأثير على وجود المجتمع نفسه وتاريخيا كانت السلطة دائما هي المنظمة الأول للمجتمع والعمل على ارتقائه وهو لم يصل إلى حالته الراهنة إلا بفضل هذه السلطة المنظمة إلا أن اتساع المجتمعات الإنسانية وتعقد علاقاتها وتشابكها قد كشف الصعوبة الاعتماد على المبادرة الفردية لحل المشاكل التي تعاني منها ولضمان استمرارها ووجودها فهي أصبحت بحاجة لسلطة متطورة قادرة على استيعابها وفهمها كوحدة كلية يتطلب الحفاظ عليها قدرا كبيرا من التنظيم والكفاءة أي أن هذا التطور هو الذي فرض الوظيفة التنظيمية للدولة الحديثة والواقع أن مشكلات المجتمع الحديث لم يعد يضغى عليها الطابع الفردي بقدر ما أصبحت تنحو باتجاه الجماعية فالبطالة والصحة والتلوث والبيئة والكوارث الطبيعية تترك كلها آثارا على المستوى الوطني كله وهي مشكلات لا بد من إيجاد الحلول الناجحة لها كذلك فإن حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية أو بالعكس مساعدتها ودعمها لكي تكون قادرة على التنافس مع صناعات الدول الأخرى تلقي مسائل كبيرة على الدولة لناحية تطوير اقتصادها ورفع دخلها الوطني العام غير أن الدولة لا تستطيع القيام بما يتوجب عليها في هذا المجال إلا إذا اعتمدت العقلانية كمنهجا يحكم قراراتها والعقلانية كما نعرف هي نقيد العاطفية ودولة المجتمع الصناعي الرأسمالية الجديدة هي بعيدة كليا عن هذه العاطفية وقراراتها المتنوعة تتصف بتلك الواقعية الجافة التي تلامس أحيانا حدودا لا إنسانية لكن ليس ثمتا من سبيل آخر فالمصلحة العامة تقتدي ذلك ولذا لا بد من التمسك بها على مختلف المستويات وعقلانية القرارات تعني اتباع التخطيط أي وضع سلما للأولويات الأمر الذي يفسر في معظم الأحيان الطابع الانتقائي الذي تتصف به أساليب عمل الدولة الوظيفية وهذا ما يكشف لنا كيف يمكن أن تكون هذه القرارات توجيهية أو تدخلية أحيانا أو لبرالية أحيانا أخرى بحسب ما تتطلبه الأوضاع التي يجب التصدي لها وهي في استخدامها لهذا السلوك أو ذاك إنما تسعى لضمان التناسق بين مختلف النشاطات بما يؤمن الخير العام بيد أن الدولة الوظيفية المعاصرة لا تستطيع التوصل إلى حرية الحركة هذه إلا إذا كانت تحظى بتأييد ورض الجماعة التي تدير شؤونها فهذا شرط أساسي لاستمرارها بوظيفتها التنظيمية والتوفيقية في حدها المقبول والمطلوب خصوصاً وأنها لا تمتلك المقدرة الشاملة على مواجهة كل نزاعات المصالح التي تسم المجتمعات الصناعية الحديثة وباعتبارها الدولة لبرالية بجوهرها فإنها تجد نفسها مضطرة للقبول بوجود هذه النزاعات والتعاطي معها بصورة إيجابية أي محاولة التوسط لحلها بما يرضي الأطراف المتنازعة ألا أنه وحدة في هذا المجال فإن سلطتها تبقى مقيدة بقبول الأطراف لدورها التحكيم كوسيلة تعيد قبل كل شيء لغة الحوار والنقاش إلى الصفوف المتنازعة ومساعدتها على تقديم التنازلات المتبادلة بما يكفل ما يعتبرونه حقوقا أساسية لهم والدولة الوظيفية نفسها هي سبب مباشر في إثارة نزاعات من نوع معين فباعتبارها دولة صناعية متطورة فإنها تشكل مصدرا كبيرا للمراكز والمناصب وهذا عمل كافة لتحرك الدينامية الاجتماعية ونقلها من إطار الصراع حول الملكيات إلى إطار التنافس والنزاع على المناصب الحساسة أو الكبرى نظرا لما تمنحه لشاغليها من جاه ومكانة اجتماعية وليس في هذا أي تناقض بين دورها التوفيقي وطبيعتها المولدة للنزاعات بين ما هو اجتماعي وما هو السياسي فالأمران متلازمان دائما في هذا النوع من المجتمعات المتطورة حيث يبدو الفصل بين الاجتماعي والسياسي مهمة شاقة جدا إن لم نقل مستحيلة ونجاح الدولة الوظيفية في دورها التحكيمي والتوفيقي والتنظيمي مصدر قلقا لكثير من الفئات فالأحزاب السياسية التي تستمد قوتها الشعبية من إديولوجية الصراع ضد النظام تجد نفسها هنا أمام خطر ابتعاد قاعدتها عنها والتخلي عن فكرة المواجهة الدائمة مع النظام القائم والمثقفون يخشون من طغيان التكنقراطية على المثل التي يطرحونها كبديل عن هذه الرأس مالية الجديدة التي تخضع الفرد لنمط من العيش يبتعد عن الإنسانية بقدر ما يقترب من الآلية وقلق هؤلاء وأولئك ينبع من تعلقها بمبادئ الحرية والديمقراطية والسؤال الذي يراودهم دائما ما هو موقع الديمقراطية في الدولة الوظيفية والس تكون هذه الديمقراطية خاضعة هي الأخرى لتأثير التكنقراطية والعقلانية المتزايدة أم أنها ستبقى مستندة في وجودها إلى إرادة الناس الذين تتوجه إليهم من حيث المبدأ ليس ثم تتناقض بين الديمقراطية والدولة الوظيفية فهذه الأخيرة هي استمرار لتقاليد وتراث لا تستطيع التخلي عنه دفعة واحدة إلا أن تفسيراتها للديمقراطية تتأثر بالضرورة بالتقدم التقني الذي تعيش فيه فتحول التقنيات وتطورها سيؤدي لا محالة إلى تبدل العقليات وتغيرها بما يتناسبه السياق العام للمجتمع وعلى هذا الأساس نستطيع التمييز في التطبيق بين الديمقراطية في الأنظمة التقليدية والأنظمة الحديثة أو المتطورة في النمط الأول تتكرس ديمقراطية النظام بمدى تطبيق مؤسساته لشمولية الاقتراع واحترام الحريات العامة والفصل المتوازن بين السلطات بما يسمح بمراقبة مختلف أوجه النشاطات الحكومية أما في النمط الثاني أي الأنظمة المتقدمة فإنه بالإضافة إلى هذه المفاهم الديمقراطية التقليدية هناك تركيز أساسي على مستوى المعيشة من خلال توزيع الدخل الوطني بطريقة تقلل الفوارق بين الطبقات إلى أقصى حد ممكن وتأمين درجة معينة من الاستقرار تمنح المواطن بفرصة التمتع بثمار الازدهار فالديمقراطية هنا تقاس بنظر المواطن بارتفاع مستوى معيشته بالدرجة الأولى واحتجاجه على السلطة لا يكون على وجودها وإنما على كفاءتها ومقدرتها على توفير القدر الأكبر من الكماليات التي أصبحت بفعل تطور الاقتصادي من الضرورات الحياتية بالنسبة لها وبالمقابل تفهم الدولة الوظيفية الديمقراطية انتلاقا من وجود هذا التوافق العام حول المجتمع الاستهلاكي لتتمسك به كبديل ممكن عن صراعات الأحزاب السياسية ولذا فإنها تحاول بكل طلاقاتها حصر كل ما هو سياسي داخل المؤسسة البرلمانية وأعطاء الإدارة الصلاحية بتقريرية واسعة والإدارة في الدولة الوظيفية هي المرآة العاكسة لديمقراطية النظام والإدارة التي تستمد سلطتها من الدولة تستطيع دفع المواطنين للمشاركة بقراراتها كل من خلال موقعه بصورة ديمقراطية واسعة وهذا أمر زال التحقيق في إطار البلديات والمجالس العامة والشعبية التي تعنى مباشرة بإنماء وتطوير المناطق أو النواحي المسؤولة عنها وهذه المشاركة يمكن أن تبلغ درجة عليا من الفعالية إذا ما تمتعت بالأهلية اللازمة للمراقبة وتنبع أهمية الإدارة في الدولة الحديثة من المهام الموكولة إليها فهي أداة الدولة لتنظيم المجتمع وتنسيق نشاطات قطاعته المختلفة كي يتمكن من الوصول إلى الغايات التي يسعى إليها مثل ما هي وسيلتها التقنية المتخصصة لتحقيق ما ينتظره هذا المجتمع منها ولسيما على المستوى الاقتصادي ولذا فإن الدولة الوظيفية لا تستطيع الارتقاء إلا من خلال إدارة تتناسب وحجم التقدم التقني الذي تم تحقيقه ولعل هذا الجور المطلوب من الإدارة هنا هو الذي يفسر إلى حدا بعيد حرص الدولة على إبعادها عن الصراعات السياسية العميقة ففي الوقت الذي تمنح فيه الدولة هذه الإدارة قسمة